بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول الشهر الكريم دعونا جميعا نطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الصلوات في إمارة دبي أولا أذكر المشاهدين الكرام جميعا بضرورة لبس طبعا الكمامات طوال فترة تواجدهم في المسجد وكذلك أذكرهم بموضوع جلب سجادة الصلاة الخاصة بهم وأيضا الذهاب بهذه السجادة بعد الانتهاء من الصلاة كما أذكر المشاهدين الكرام في موضوع التباعد بين المصلين والالتزام بالعلامات الإرشادية الموجودة في كل مسجد ووقوف كل مصلي في مكانه أذكر أيضا وتذكير مهم بعدم لمس المصاحف في المساجد كما نذكر بأنه يمنع منع باتا توزيع الوجبات الغذائية في المساجد وهذا يعتبر مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية نذكر أيضا المشاهدين الكرام في موضوع الفترة بين الأذان والإقامة بالنسبة لصلاة الفجر والظهر والعصر الفترة بين الأذان والإقامة ربع ساعة أما صلاتي المغرب والعشاء فبين الأذان والإقامة خمس دقائق نذكر أيضا في موضوع الصلوات صلاة وخطبة الجمعة ستستغرق الخطبة مع الصلاة عشر دقائق تماما وأما صلاة العشاء والتراويح طبعا نذكر أيضا بأنه سنشرع في صلاة التراويح بعد صلاة العشاء مباشرة وتستغرق صلاة العشاء والتراويح والوتر أيضا بما فيها دعاء الوتر نصف ساعة تماما راجعين الالتزام بهذا التوقيت مذكرين بموضوع تعليق الدروس الدينية والأنشطة أيضا الدينية في المساجد بما في ذلك موضوع الاعتكاف في المسجد هذه أهم المعايير التي نتمنى إن شاء الله أن يلتزم بها الجميع كل عام وأنتم بخير